عقد نائب رئيس اللجنة العليا المكلفة بإعادة حيكلية المؤسسات العامة للدولة وزير العدل البروفيسر أحمد محمد حسن عقد اجتماء ضم الفاعلين الاقتصاديين وذلك بهدف تنويرهم حول الإصلاحات المرتقبة كان ذلك بحضور الأمين العام النائب للهكومة حسن أحمد تابش تقرير أحمد ياسين عبد الرحمن هذا هو الاجتماع الأول للجنة العليا المكلفة بإعادة هيكلة المؤسسات العامة للدولة والتي شكلت بعد الإجراءات التقشفية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة حيث ضم هذا الاجتماع الفاعلين الاقتصاديين والحكومة بهدف تنويرهم بأهداف اللجنة وما تقوم به من أعمال تسهم في تنظيم وإصلاح الهياكل الإدارية والمؤسساتية للدولة على حسب مداخلتي نائب رئيس اللجنة وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان حامل أختام أحمد محمد حسن وعقب خروجهم من الاجتماع المغلق بين الأطراف المشاركة فقد صرح رئيس الغرفة التجارية بقوله أننا الرجال إيمال لدينا حاجات كثيرة اليوم هي الخرفة التجارية الصينائية والزرائية والحدفية يعني حاجات كثيرة لازم نجوب لها تقيير والتقييرات دا يعني اللجنة دي هي قادة حاجات الندرودة كلك نجوبه وندسوه هنا وبعدتها بالناخش بالجماعة بالكامل وقت النمش الفرام إن هذا اللقاء يعد بمثابة طرح رؤية الحكومة حول الإصلاحات الهيكلية للمؤسسات وستتبعه لقاءات أخرى بهدف وطع النقاط على الحروف بهذا الخبر لأحمد ياسين الرحمن ننهي الأرض الأخير أشكرككم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته